مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي مرحبا سي مهدي شكرا سيبو بكر وتحية المستمعي شكرا جزيلا مهدي جمعة المترسح أو المرسح المفترض للانتخابات الرئاسية هكا القرار الأخير في اجتماع السوسة هو الذهاب إلى الانتخابات التشريعية بقائمات البديل التونسي رغم الدعوات والنقاشات التجميعية وكذا والبحث على التجميع علش القرار هذا هل هو فشل محاولات التجميع والتقارب مع أطراف أخرى سي مهدي جمعة شكرا سيبو بكر قبل كل شي انت حكيت على سوسة كانت فرصة بش اجمعنا الهيكل متاعنا الكل وكانت يعني اجتماع جماهيري كبير أكثر من خمس آلاف حضور وكان فيها قرار بش نمشي ومعاش نستناو بش نمشي ونقدمو ونهيقو نفسنا وبش نخوضو الانتخابات التشريعية في جميع الدوائر مع قائمات حزب البديل الأولوية تتعطافها الكوادر ومناظري حزب البديل ولكن لاني انتبقى مفتوحة لأن نمنو وكنا في الاجتماع الشعبي قبله في سيدي بوزيد أطلقنا نداء الفرصة الأخيرة للتجميع وكانت فيه مفاوضات مع الحزب الوسطية الكل اللي نعتبرهم موسطية اللي نعتبرهم من العائلة اللي تعرفهم كل يعني آفاق نداء تونس تحيات تونس المشروع كانت فما مفاوضاته لكن منذ شهر وقفنا مفاوضات لأننا ما نشف نقعدوا كلهم عندهم مشاكلهم الداخلية وإحنا عملنا الميداني عملنا استراتيجي بتاعنا ينزبنا نقدمو فالقرار واضح اليوم بش نتقدمو نخوضو الانتخابات التشريعية في كل الدوائر وتبقى لديل مفتوحة لو فما فرصة للتجميع وتقدي التجميع فما حاتشكوني دومارية يقول لك تو أنت تحب تتفاوض مع ناس قاعد تنقذ فيهم لأنه عندهم حصيلة ولكن ما هو شي خيار لأنه الخوف متاعي ومتاع البديل التونسي اليوم المشهد في 2020 المشهد في 2020 الوضعية متأزمة برشة اليوم و2020 مش نقاها متأزمة أكثر لأنه من المنش اللي بش يقع حتى عمل اللي متعملش في الاربع سنين ونصف اليوم بش توقع أي إصلاح فمش نقاها وضعية صعبة معاشتات لا يلزم نخرج ببرامج واضحة يلزم نخرج بفريق واضح يلزم نخرج بأغلبية واضحة شنو الفرز اللي تحب تعمله سؤالي بالأساس يسلي أنه نقرأ البديل نقرأ المشروع نقرأ غيرها من الأحزاب اللي هي في توقعات سبر الأراء أو في استطلاعات الرأي في سلوتوينس اليوم معناها نواية تصويت لها تبقى ضعيفة أي أنها في المعادلة لا يمكن أن تغير أشياء كثيرة ولنا نتوقع أن هذه المعطيات ستتطور تطور كبير في المرحلة القادمة على الأقل على المستوى الانتخابات التشريعية وهمنا خطر غدوة مهدي جمعة رئيس أو يوسف شاهد رئيس أو محمد عبو رئيس أو كذا ما هيش إشكالية كبيرة إشكالية في أغلبية برلمانية قادرة على الحكم هذا السؤال الأساسي صحيح أنا ذكر حق سيبو بكر سعقبل كل شي من ناحية القوة والتوقعات أنا من كل أمور تنجم تتغير لأنه كل الخبراء في ساب الأراضي يقول تنجم تتطور أما مش بشكل كبير ما فهم حتى واحد بشي ربح بشي ربح واحد وقادر بشي غير هذا يعني واضح حتى الأحزاب كبيرة صغيرة واحد لكل عندنا ساحة متحركة ولكننا عارفين ما هو شي بشي يخرج حزب وبشي يجيب مياه وتسعة وللما وعشرة صوت وللما وخمسين صوت هذا حديث ما عنده حتى معنا أحنا الحمد لله قاعدين تحركوا على الميدان ما عندما قاعدين برزين أنا نشوف نقول لكم بكل صراحة حتى في الجمعة هذه يعني بعد اجتماع سوسة فهمة إقبال كبير ولكن نقعدوا عقلانيين غدوة إذا كامش نصلحوا البلاد جزي منها أغلبية كبيرة هاو شنون يطرحينوا أحنا في البديل علاش ما الدين أيدينا لأنوا يعين بهذا بالوضع هذي. مديني دينا لانو نحبو نبنيو حاجة صحيحة. ما نشي كيف الفين واربعتاش بالله ايجي تلمو هذا بشمشي الهناء الهناء وهذا بشمشي. مهم تحديد القيادة ولكن. شنين البنية الصحيحة. هاي البنية الصحيحة. البنية الصحيحة ايجي شنو نحبو نعملو. شنو نحبو نعملو. احنا عنا مكتب ديراسات وعنا الكفاءات وحنا برا مش حاضرة. كيمقول حاضرة. مش حاضرة يعني في في الديسكوخ بوليتيك. حاضرين وتعرفوا القيمة الكفاءات اللي عنا. حاضرين وماشيين تولي الشي في خاش. ايجي يا سيديه. هاو شنو بش نعملو نجمو نعملو في مئة يوم. شنو نجمو نعمل في ثلاثة سنوات. وهي رؤيتنا على عشرين عام. شفتوا هذي هذي نبنيو عليه وموش صعيب راهو. في اثمانية واربعين ساعة لانو كي ما قلت معناشي فوارق اديولوجية ولا فوارق كبيرة. هي فوارق زعمتية فرداني. خليني نكمل لك. ما هي البنية. خلنا عتيك تحليل. عوائق البنية. اي فضل. خلنا عتيك تحليل وبعد تنجيك للعوائق. اه من بعد هذي يزمها دي بورتور. خطر الاشكالية بتاعدي عشناها في الخمسة سنوات. انا نقول هالك ها. ضعف الكفاءة. في كل فرق الحكومية اللي يتعدات. نقولها بصريحة العبارة. ولا 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 يحبي يناقشني يناقشني. يلزم دي فغي بورتور. غدوة بش تنجح. يلزم دي فغي بورتور. يلزم حاجة اخرى. يلزم مرة هذي كي ندخلو للانتخابات. وندخلو الحملة الانتخابية. نمشيو الاتوانسة واضحين. هاو شنو مش نعملو في المجال الاقتصادي. هاو شنو مش نعملو في المجال الاجتماعي. ما نبيعو لهمش الريح للمراكب. ما عندنا وين ماشيين. هذا الباز اللي نحكي وفهم. ايه باي. اوكي واضح. اما من الجهة الاخرى. انا نعرف العوائق الحقيقية سيما دي جمع. خاتتك تقول لهم لحظة. خاتتك تقول لي رهو. عوائق برامج. عوائق رؤية. عوائق خيار اختيار الناس اللي بش يقوم بالعمل هذا. الكفاءات اللي بش تطبق البرنامج هذا. تقول لي بورتورينتي اليوم ما الكفاءات اللي بش تطبق هذا. هذا لا اعتقد انه هو المشكلة الاولى اليوم ما تروح. المشكلة الاولى اليوم ما تروحها ايجا اه من سيتولى ماذا. هذا عالطاولة سيما دي. شوف. هذا من ضمن الحاجة تعالطاولة. لا هذا الاساسي. لو يتحل هذا يتحل بقيه. لا هذا كالتصور احنا مش تصورنا ولا التصور جماع اللي من راشف من منينة المورد للسختتود. لا مش عليكم بالذات راه نحكي بصفة عامة. اه بصفة عامة. لا والله يشوف. والله يسيبوا بكر. هو رو فيه. فيه شوية لزيقوه فيه الواحد. تبقينا اليوم ما فما تقدير المصلحة عامة. تي البلاد ماشي في حيث. يوقفوا ووقفوا. انا شو والله الدعوة بتاعي. ايجا نتواضعوا شوي. فما في التفاوض. في التفاوض نزيدوا على بعضنا. مشانا نحب نولي الكل وانتي تحب تولي الكل. اما كان عنا تقدير للوضعية متاع البلاد وخاصة الاستشراف. للي بشي صير في الفين وعشرين. رونا خايف اكثر على الفين وعشرين لانه تؤمنها مش تنتظر حد شي. لان نقول لهم تؤوه شو ننتظر منهم السميك. على قل وفرونا الظروف متاع انتخابات ما تصيرش كارثة في الانتخابات. لا حاشنا باصلاحات ولكن مش تعمل اصلاحات. يعني ما عملوش في ربع سنين ونص ما واشتاو بش عملو في ربع سنين ونص. اما هات ما نفلتوشي. الفرصة هذي متاع الخمسة سنين. اذا كان نبنيو بنا يا صحيحة. والله حتى فلزيقوه تويت هذبو شوية وتونقاوه لي كيب اللي بشتربح. على كل احنا الباب بقي محلول. نجموشي نستناو. عنا ديناميكية لازمنا نمشاو فيها. هات الاحزاب هذي اك شفتني دا كنا نستناو. مزالت عندهم مشاكل داخلية. تحية تونس عندهم المؤتمر خري كامل المؤتمر. مع افاق في 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 اتصال. مع مشروع في اتصال. اذا كان تصير حاجة هنسة على هالاساس هده يا مرحبا ما صارتش احنا عنا حاملين اللي مشروع حاملين. اللي رؤي حاملين. اللي برامج مجاهزين. ومشنو نخوضو المعركة الانتخابية وتكملها. اه انو تقول انو في الخمس سنوات ما صار شي. هده خطاب معارض وعادي وحقك بشكور رو ما صار حد شي وكذا كما اي خطاب معارض لي او تموقع لي شخصية في المعارضة. اما مش فيه نوع من الاجحاف. انتي نعرف كرجل عقلاني. اه بناير. كتفكر تفكر. اي راسيونيل بلوتو. سمحني على العبار. اي راسيونيل. اي راسيونيل. اه مش فيه اجحاف كتحالل بالفعل. بطبيعة الحال شوف اه هو كل بلان فيه الايجابي وفيه الغير ايجابي. ولكن بالنسبة الانتظارات. شو هنبدأ وافحين. انا كنت اتفكر كتخلت ادخلت بخريط طريق. اوكي. في 2014 ولكن اخرجت وخليت خريط طريق. خريط طريق ما خليتها شي لانه. لانه لانه مارسنا السلطة. وشفنا حاجات اللي زمها تعمل. والحاجات اللي نجمنا نعملوها. الحاجات بالنسبة للافاق اللي كانت فيها البلاد في 2015. معناها بالنسبة الافاق هذه احنا بعيدين كل البعض على الاهتاف. شوف المؤشرات. احنا اليوم نعيش في ازمة كبيرة. خلينا من مسئوليات وخلينا من كل شيء. معناها في تحليل كما قلت انتي عقلاني منطقي. اليوم شنين مشكلة كبيرة في البلاد. نعيش في ازمات. تراكم تاع ازمات. الازمة اللولة. بتنسمر لينا ممكن اكثر ازمة. هي ازمة الثيقة. خلقنا يعني عدم ثيقة بين المواطن وبين مؤسسات وبين المواطن وبين قيادي. بين مواطن وبين اللى دي تمتعه. هذه وبين المواطن وبين مستقبلو. يعني شككناه. في في حاضر وشككناه في مضيه وشككناه في مستقبلو. الازمة الاخرى ازمة سياسية. يعني ابدات في السوكلات متاع احزاب وبعد انشاءات الداخل. الاحزاب بعد اندخل افراد تتعارك. هذا الكل تقللي فلان غليب فلان لهذا كله مهمنيش. الدولة خاسرة في هذاك والمواطن خاسر. ومن بعد الأزمة الأخرى اللي هي توا اللي نحو مالما المواطن مش يحسب أرياحية فيها عنا أزمة اللي هي مهمة هزو أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية. ومن يعني بكل المؤشرات اليومة البيلون الحصيلة ما هيشي إيجابية. يعني نبنيو على هدا. وشوف ونقول لك المهم ما هو شي متاعك خيتي كان يقولونيش بيك توا وتتكلم. اه اه اتكلمت قلت انتي انتي قلت وحدك ما هي على يلوموا عليها لش ننقد في الحكوم. باع. انتي نقدك للحكومة منذ مدة ما 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 تغيرش. ولكن الآن تقول انه آآ آآ خطابك تغير او الدوزم تاع النقد طلعت بارش. عادي انه واحد في المعارضة ليخل حاملة انتي خبير. بايش ينتقد عمال الحكومة شي طبيعي ما نوش ينتقد حزب ما نعم عندوش قيمة او كده. هو شي عادي. توقعه عادي. ولكن انك اتهمت الحكومة بانها عطلت الاجتماعات متاعكم ومعطتكمش قاعات. ماذا واحد من انتي ما تبار الكلام على الوضع الاقتصادي والمالي والكده والنتائج كله. دونك الهنا والدت المباشرة مع الحكومة ثم مع رئيس الحكومة او مع معاذي دي رئيس الحكومة وحزب رئيس الحكومة وهذا او وهذا مهم. اه انو اه يخرجوا لك في ملفات خرجوا لك في ملفات في اللاس صحافة. ولهنا ايضا تتهم الحكومة صحيح الكلام هذا؟ هون جاوبك. جاوبني. جاوبني كان. لا جاوبتي برش اسوء مع بعضهم هو سوء الواحد. لا لا هون ثلاثة. مش نجاوبك عليهم بالواحد بالواحد. شوف هو من العادي اه كي اي معارضة كاو انها تنتقد الحكومة. احنا الحمد لله يظن نتميز وعمرنا ما تخنى. لا في ثلب الاشخاص ولا في سب ولا في شتم ديما نقد موضوعي. وفما حتى فترات حتى في داخل البديل التونسي يلوم علينا اننا معنا شي حدا. عنا كانت عنا موقف واضح. شوف. انا راجل دولة وجاي من تحافظ. وذا يقلق برش عباد حتى في الحزب التحافظ. اخوية تو داخلين في فترة انت خبية جبت التحافظ. استعب. عاودوا نرجعونا في 2020. خبقت هذه الحاجة لنا. حاجة ثانية. شوف معناها عادرة هو تو داخلين. نقول لهم انتهى كل شيء. تو داخلين في ستا ستة اشرة بالفترة الانتخابية. ثم حاجة واحدة حصيلة ضد حصيلة برنامج ضد برنامج. في في حكاية معطونات. تهجم عليكم. اعتبر. ايه. حتي تروحك في وضع الضحية. انه تم التهجم عليك. وجب دولك قضايا شقيقك. اربع اربع سنوات هم يجب دولي في قضايا. وانا نطلبكم بالله ليجي يجبدلك معاش تحكيوا عليها. احكيلوا لهو شنه القضايا. اربع سنوات وهي حمل التشويه. جيت قلت موقف الضحية. قلتها اليوم. قلتها الي لكن استنوا مية بش نقعد ديمة ساكت. اه انسها وقلهم. توا. اتبدل الطن. توا بش ندافو على رواحنا. تعرف العوايمين اللولانين هما يضربوا فيها. انا نخدم على روحي. والله فاما حاجات مانيش سامع بيهم بها. ودعباءة ديكذب وصبوا وشتموا وشتموا وشتموا. هذا مقلهم انتهاء. هذا حكاية الدوسيات وريق البارد واحد ما عندها وين توصل. اكشفتهم بالنسبة الاخوية خنجاوبك. جاوبت عليها. الحكومة خرجت. خليني ما ندخلش في التفاصيل متاع الملف فهذه. انتي تتهم الحكوم بانها هي اللي وراء اخراج الملف هات. وقالت ما انتهمت حد شيء. انا عندي كلمة في هذائي بش نلخصوها. ديما نمن بالقضاء. وديما نمن بدا زهة القضاء. وهذه توا الامور الكل بيد القضاء. قدرة ربي. قال لي انا شاكي بيهم ولا هم شاكين بيها. قدرة ربي. وفاما حاجات توا. بليه تجيني تقولي الخوية موخية. تش دخلي في الخوية انا تدخلي. ما عندها حتى علاقة تجيب لي قضية من 2001. وشوف الاعلام المقرب من القصبة. 2009. اهي 2009. lutنا موخية معقومة اب gitti. احنا عاد اخذناها من غادي موخية معقومة او force. هذا الكل وال Bernadette Riclan on m und Więcb. لحظة اندتهمهاء logo. حينا اوه هذاء من ثيقة في قاضاء في لك اوه هذاء Shelley مث bombing. لحظة في lodge nice. لحظة لحظة . الاعلام المقرب من القصب. دوك القصبة هي التي تخرج فى المعلومات اللي اعم عندي اوهل فيك. انا ما عنديش. اللي عندي المعلومات عطيتها لك. اللي اعمدي المعلومات عطيتها لك. من القصبة chemicals. و من النهضة. و خدمة و الخدموها قبل الواحد. ش انا بش نجاوب عليها وفك علينا متدوسي جاوبت عليها ما فيه كفاية اليومة كان فاما حاجة القضايا تكفل بها عندي أثيخوها هاكم شفتو صبر العجيلي صبر العجيلي عماد عشور بعد مع مين محبش نتكلم هادكم ناس نعرفهم وخدمت معهم ورجال دولة وعندي قناعة اللي هوما أبرياء عمري ما تكلم خلي ما تعرف عليش لا لا خليني خليني لا لا مو مهم حتى ما أعطيني تهم توا توجه تهم سيمهدي نحب نفهمها ايه نحب نفهم حتى نحب نجاوب خليني نجاوبك على الأسر خليني نجاوبك على الأسر ونرجع لك كل شيء هاوش نجاولك لك كل شيء خليني نكمل لك الساعة على الأسر لما تعطينيش عشرة أسر ونجاوب واحد والسي نوطن بدلوا الأدوار ايه استيديه شوف قلتلك شوف عمين عندي قناعة كبيرة اللي هما يرجال دولة والي هما تحشروا في حاجة مش متاحهم وما تكلمتش حتى كلمة لاني ديما نقول لهم عندي ثيقة في القضاء اليوم القضاء القضاء هكذا شفتوا كيش حكم عليهم براءهم بعد بعامين فخلي القضاء يخدم على روحه التهم ما عندي شي لحنا في محكمة لحتى شي كان فهم حاجته يتكفل به القضاء وكل واحد يعرف روحه ما اعمل انا اليوم جاي بش نحكي على برامشي نكوردو الحكاية هذه حكي تفهم ما فيه الكفاية ونرجع لك على حكاية لا استعملتها لستعملت يومي يستعملوا في 2200 الرف حاجة ما استعملتها لا حتى شي اذا كراي قلتو وكان عندهم رأي مخالف يقول انتي حكم كون استعملتها خلنا حكي لك عد على القاعات الرياضية لا 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 هكذا اني جايك القاعات الرياضية كالرابعة ماو خلنا نفرتوا خطر كتكتكتخرهم الكل علي معاش نجملك لا انتي كثرت عليها عديت معترف عام خلي لا 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 الله تهم لي الحكومة شبكك لشات في الحكومة لمنحب نفهم خاطر أنت كنت في علاقة طيبة مع الحكومة في مارس في تفاوض لحظة 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 خنمشي بشوي خنمشي بشوي علاقة باية علاقة باية زنست مع رئيس الحكومة مع حزب تحية تونس مع كذلك العلاقات كانت طيبة وصدر الحكم في مارس ضد شقيخك وليم بعد خرج في وسائل عليني تكون خرج من القصبة خرج في مارس القضية تعودية 2009 تجييف 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 2009 والقضية تعادت على لما تتجاوزك أنت ما عندي حتى علاقة بشخصك أما كي خرجوها كي مش خرجوها مهدي شو ما شقيق مهدي وشو ما هربطوها بلوحوكم مبتاعي وكل الخرفات اللي خرفوها قبل الكل شوف سيبو بكر والله من اللي بدي التسل عارف كوين جاي حقك وفرت السؤال اللغة تبدلت بعد ما توقفت المفاوضات تعارف كوين جاي فين تبني وفين جاي أنا كنت بش نجاوبك قبل المتسر السؤال والله راح نربعنا الخمسة شوف أنتي ساعة قبل كل شيء بيانا مفغمي يذور فيك بيانسور حافية تعرف شلو ساير عندي تحافية تعرف شلو ساير عندي في حزب عندك أنتي بعض المعلومات عندي بعض المعلومات عندي واجب التحافظ شوف شوف خلينا ما الحكاية تذي كل سيبو بكر شوف الحزب والحزب كما قلت لهم ولدتوا ولادة طبيعية أما ما شاء الله كنهار قاعد يزيد بحي أحنا المفاوضات معزولة على كل شيء هذا شهر اللخر يعني العبد الكل العبد الكل لا هي كل نفول نهي في نوارو مواقفي من الحكومة حتى كان غضوة اتفقنا على حاجة مش تكون نقدية لأنه كانت حب تدخل في حاجة صحيحة أنتي بيدك تعمل لتوك خيتيك النقد متاعك ما عندها حتى علاقة ما نحاول نش نربطوها في المذايقات مذايقات نعيش فيها كل يوم وتقول لي الضحية أنا من قصر أهلال من قصر أهلال قبل البث 8 و 40 ساعة أحبوا يقفوا لي الاجتماع في القاعة الرياضية تحتى شهادة الملكية طلبوها مني عندها 30 عام تتبع للدولة هذا قلت شكيك ما قلتش كلمة وصفيتها مع رئاسة الحكومة وتصفات الأمور ونجحنا فيها وتعديناها ومخرش تقول الكلمة اليوم أخي عبنا نعمل اجتماع شعبي في الملاسين ما عطونيش القاع قال لك منشور كلمت حتى الوزيرة قلت لي منشور هاي قلت لك منشور على عبد الكل الحمدوله أما نصير الشكل وانيه منشور يعني فما منشور يقول ما تعطيوش القاعات الرياضية يهود يعطي تعطيني كوبي من منشور يهديك ما نحبش نخرش نتكلم مكاكة عالفاظي أما كين في نشوف اليوم الكلهم ياخذوا في القاعات الرياضية يا أخوي وينك شنوه وين ماشي ترا وين ماشي شوف هم الهناتوا في بوزيسيون بالنسبة لين تكونوا خذي القاعات الرياضية أخر تهلأ بعد بعد المنشور في مجردان هذا خذت والله المتمر تاريدا ايه تيوني منشور ما زلت نستانى فيه هنا منشور ليا عكي والله مذبية وما تعمل وين تعمل تعمل في قاعات الرياضية في مستير وكي دونك فميش منشور اما نعرش نقلولي فما منشورة ما شوفتوش متاحية تونتو المشي عمل الاجتماعي انتع يظل في قاعات الرياضية دونك فميش منشور يظل لي فميش منشور دونك السؤال سيبوا بكر تسلولهم لهمهم وذي اما امتاع الضحية امتاع الضحية دانك راني بكيتنا نربع سنين ما حاشتيش بالضحية حاشتي بالقلايب ولي حاشتوا يجي يجي ويجي ويجي لم نبكيش ورسخي لا نبكي ماناش بتاع الشي ذاكا احنا بتاع بتاع نحبوا نواجهه طيب اللي عندو اسمة اسمة شوفت الحكاية دي كل بشاه ربي يقول لهم صافيونان جيبوا الصحيح شكون عندو برنامج يجي ايجي نقارعوه بالبرامج في لي حب في المؤسسات العمومية في الصناديق شنو بقى عندي سؤال سؤال في البرامج هاي يا سيدي واو الحمدول لا 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 مش نجيوه ختم زي البكر المؤسسات العمومية اللي على الاقل في القطاع التنافسي ما دي جمعة شمشي عم فيها ايه بشتعطيني شوية وقت شنعطيك المقاربة ما هوش سؤال جواب شوف بالنسبة ان احنا عنا مقاربة سهلة شفت المؤسسات كل اللي موجودة على ارض البلادة دي التونسية عمومية ولا خاصة الكلها ما هيشي بالنسبة لي نحنا شكون لكسيوناغ اهم حاجة اهوش نية اهم حاجة ضعف للدولة اذا كان ما هيشي تنافسية ضعف للدولة اذا كان ما تنتش الخيرات تنتش معناها الثروات ضعف للدولة اذا كان ما عندهاش دسالة غير يخدموا لابس عليهم وقوة للدولة كيف تولي لابس عليها كيف تولي رابحة ما هيشي رابحة اكثر من رابحة رابحة وقادرة تنافس وقادرة تصدر وقادرة تجيبنا واحد عمومية ولا خاصة الكل كي بعضهم بالنسبة لي تعرف حاصرين هذا الخطاب مع الاتحاد العام التونسي شطب في 14 توفضنا وما كانش عنها مشكلة مع الاتحاد وبدينا في بعض الاصلاحات ك � وبدينا في بعض الاصلاحات كي ماللي سانسي بي كيف تجي تحط المشكلة معناها نبيعوها ولا مبيعوهاش بيحيدك المشكلة أنا مايمنيش ميقلقنيش كونه لاكسيونير يكون الدولة مايقلقنيش كونه لاكسيونير يكون ها تعطيني الحق يبدوリ على الفوصفات تقولوا بالله الفوسفات والله الغريبة سمعت قداش جيل كامل بتاع وزراء ومتاع سياسيين يحكيوه عن الفوسفات أعطيني عملين شنو بش تعم في الفوسفات تعرف الفوسفات كنا ننجوه في 8 مليون وقت اللي جيت هنا وزير صناعة عقيته 8 مليون وقت اللي اخرجنا خليناها 4 مليون مو بش تعداوهم الحد ما ينجوش اكتر من 5-6 مليون تقول لك كل عام تعرف عليش لانه فهم امور موضوعية يحسيبوهم الفوسفات كي تنجو كي تحير عليه وتخرجو بش تبيعو لا تعرفش كلك اليون ولا فلاحة في العالم كامل في البريزيل في الهند في الهند قل لك الاسواق اذيك الفلاحة قعد معاش يعمل الفلاحة يستنى فينا ويتان شنو البلانت تاعك وغفرندو دي مرشي مدير العام اليوم يقول راو نجم و نرجع ووقتي نحبه اذا كان عانا الانتاج مزال عندي حاورتوا عندي جمعتي يقول نرجع والاسواق هذه موجودة لانه عنا نوعية جيدة ونجم ونرجع الاسواق هذه يكفي انا نرجع وننتجو يضم ننتجو ويضم عنا트를 wiğiس هذه اسبب هده احتجاجات اجتماعي شو مش تعمل هده اجتماعي ادب شقالك ترجع شوف 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 برشة حاجات أكثر صحي constraints شوف نحي لا 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 نحي لا نحي لا احتجاجات قناعي اليوم نحي احتجاجات الاجتماعي نفيهم في المارchen مانش نحكي لك على الهدجاجات الاجتماعية هادوم يلزم عباد كمبيتن بوغالي ركونكرير دي مرشي حتى كان موجودي ويلزم لوتيدو بخوديكسيون تعرف جنو اليوم الناس ما والله كيف تهزب الكاميونة ب 27 دينار فاما ميتود اخرى اليوم هاو هاو الكونسيبسيون يفو غووار الميتود متاع البروسيس كامل يلزم النقل طوي بالانبيب واللي كونكرون الكل يعملوا فيه إذا كان معناش يقعدين نهيقوا معناش عباد اليوم قاعد تخدم وباش نستثمروا في هذاك ومعناش ليسوا تخيطون بشكلوا معناش تجم تهزم الفوصفات بالانبيب حتىش القيبس وسفيرتسر لا تقول انا اقول لك نعتيك البروسيس لا لا من قبسة من الحوض المنجي من القيبس يهزوا البيترول واللي هزوا الغاز عبروا القارات ما فم حتىش كالية اليوم هذي هي البروسيسي الجديد شفت عباد مركزة تحب ترجع الواحد بالنقل اللي معناها البري وقت اللي ما عادش في الكله بالبايب لانه علاش في البروسيسي الفوصفات يزم تعمل الاكستراكشون ومبعد يزم تنظفوا المغاسل يزم بيهم تنظفوا ومبعد تنقلوا هو هذي الكل اللي يولي بروسيس دو زنان من اللي تاخذوا يتشبدوا يتعدى في الواحد يتنقل في الواحد يتعدى في الواحد يتخسل وقت اللي يخرج يخرج مفروس مخصول شفت معناها ما عاش تنجم تولي تدخل للتنافسية ما عاش تنجم تطلع الكباسيتات لانه الوبجيكتي في متاعنا ما نجم بش نقود وغادي الوبجيكتي في متاعنا ماذا بنا نتعدى الثناش وعشرين مليون ماذا بنا نتعدى الثناش وعشرين مليون لا فلي تحب في الاقتصاد في الاقتصاد مرحباء وطالبين ما خطر ذاك اسمع في الاخره نعطيك عدد واحد نسيبه بكر والله بالحق ما خلينا من واختب زي مهدي جم بش نختم البلاد عاش نقول لك حصيرة ما يشباهي البلاد من هلفين وخمستاش اليوم كانت عندها المدخول اذاك الي يتخل المدخول الناتش القومي كان سبعة وربعين مليار دولار اليوم سبعة وثلاثين مليار دولار يعني كما في الفاميليا كما في سوسيتا المدخول متاعك انقص تقريبه بعشرين وعشرين في المياه وطالبات زادت ايه شوف دينار مش دولار ما فماش دينار اللي المدخول متاعك البي بي ولا البي بي بالدولار مو هذيك المصيبة دينار في 30 شطره في العالم كامل حتى اوروبا كيتحسن بالبي بي متاحها لانه السوق اليوم بش تشري كعبة الياغورت كعبة الياغورت تقريبها تسعين في المئة تشري بالدولار فهذيك هوين التغليد فاليوما كيفاش نعاوده الرجع للبلاد هذية امكانياتها بش نجم تعمل الصحة وتعمل تعليم وتعمل النقل وتحل المشاك سينون الكل وراه بش يبدأوا يعود ونا ننبه دور كل العباد الواعين غير واعين فنبه كونه بالله خلينا نحصروا النقاشات اليوم في الصحيح هات بيلان كنترو بيلان شكرا جزيلا سي مهدي جامع لون الفترة اللي حكومت فيها انتي كانت فترة هادئة الحكومة ماشي في معاركة والمعارك اللي صارت من 2015 لليوم زادة معارك كبرى ذات كل الحكومات غير الوضع هو ديمة اللي صارت في عهد حكومتك في 2014 رايهدنا استثنائي ما صارت في 2011 انتي تقييمك هكا كان عتيك تقييمي لو تشوف من ناحية الضغوطات الاجتماعية من ناحية الحزام السياسي ولكن احنا اخترنا زادة كيف كيف بش نختارو اخترنا بش نكونوا على نفس المسافة من كل الاحزاب بش نكونوا نضعنا نتخليطي توتال وجبت فريق كفا يذولي احسن اختيار عملته في فريق الكفا شكرا جزيلا سيماتي جانبا